هنروح لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللي أكدت استقرار الدراسة في كل مدارس الجمهورية خلال الأيام الثلاثة اللي فاتوا وهم بدء العام الدراسي الجديد والمدارس بتطبق كل الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من فيروس كورونا الوزارة أكدت على متابعة تقارير على مدارس ساعة من خلالها بيكون في تواصل مع غرف العمليات الموجودة في الإدارات والمداريات التعليمية وأنه لحد دلوقتي ما تمش رصد أي مشاكل صحية كمان الوزارة أعلنت أنها وفرت المحتوى الرقمي للطلاب على القنوات التعليمية لطلاب المدارس بدءا من سنة رابع ابتدائي وحتى تالت إعدادية من خلال قناة مدرستنا واللي هيكون عليها شرح لكل حصص المواد الدراسية قناة مدرستنا أطلقت مبارح على فكرة وللأسف يعني أنا شخصيا ما لاحقش أشوفها لكن كل اللي تابعها ولأنه كان في ناس كتير مستنيها مستنيها لأسباب كتير على فكرة مستنيها بترقب وإحنا مبسوطين أنه في قناة هتطلع من وزارة التربية والتعليم تساعد الطلبة على أنهم يستغنوا عن الدروس وبعض كان مستنيها بترصد على فكرة وكان مستني يطلع غلطة الحقيقة اللي اتنين مبارح كان ردود أفعالهم أنهم بيقولوا مبدئيا إحنا قدام حاجة مبشرة ومهمة وجادة جدا أملنا بس في الأهالي يعني بس إحنا النهاردة هنتابع كده ونتفرج ونكمل لكن أملنا في الأهالي وفضلكوا تمسكوا بحقك بأن ابنك يتعلم من خلال وسائل رسمية وحقك في أنك ما تصرفش فلوسك أو ما ترميش فلوسك مع مدرسين الحقيقة مش عيفيدوا ولادك في أي حاجة فممكن تكون القناة دي هي الباب الجديد اللي ممكن يكون مخرج للمصريين من فخ كبير إحنا وعين في بقى الناس دي نطوير